تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة تقريرا من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عضو المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الأعلى لشباب والرياضة يتضمن اتفاق لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة ووزارة شؤون الشباب والرياضة مع بنك البحرين للتنمية بتأجيل الأقصاط على قروض الأندية الوطنية لمدة ستة أشهر مع البنك بدون رسوم إضافية أو فوائد وذلك دعما للأنديات الوطنية وتوافقا مع توحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات جائحة فيروس كورونا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد وجه لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة ووزارة شؤون الشباب والرياضة بالتواصل مع الجهات المعنية وبنك البحرين للتنمية من أجل تأجيل أقصاط قروض الأندية الوطنية وذلك إيمانا من سموه بهمية دعم الأندية الوطنية والوقوف إلى جانبها لاحتواء عكاسات تأجيل النشاط الرياضي في المملكة بسبب منع انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى التأكيد على دور الأندية الوطنية وأهميتها في دعم الجهود الوطنية لمنع انتشار الفيروس من خلال توجيه منتسبيها بالالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من أجل دعم القطاع الشبابي والرياضي في المملكة وجميع منتسبي هذين القطاعين الهمين في ظل جائحة فيروس كورونا مشيرا إلى أن توجيهات سموه ستكون لها انعكاسات إيجابية على الأندية الوطنية وفي شأن الانتهاء من ملف مستحقات الرياضيين نوه سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بدعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودوره البارز في تقديم مبادرة إنهاء ملف مستحقات الرياضيين ومتابعته للملف حتى انتهائه وتسليم المستحقات للرياضيين وإحقاق الحق والعدالة بين جميع الأطراف الرياضية متمنيا أن تبادر الأندية الوطنية بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في وضع استراتيجية مالية تمنع تراكم المستحقات المالية للرياضيين كما أثنى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على الجهود الكبيرة التي بذلها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وتوجيهاته لكوادر وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتأجيل الأقصاط على الأندية الوطنية ومن جانبه أعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيهات سموه السديدة بوقف استقطاع أقصاط قروض الأندية الوطنية لمدة ستة أشهر الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه الكبير بالأندية الوطنية ودعمها لكي تستمر في عملها الوطني الرياضي بصورة متميزة وتذليل كل التحديات التي تواجهها خاصة في فترة جائحة كورونا ونوه سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بدور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة واهتمامه الواضح بجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة في إنهاء ملف المستحقات المالية للرياضيين